تقف أفغانستان على حافة الهوية في ظل تراجع قواتها أمام التقدم السريع لحركة طالبا التي صارت تسيطر على غالبية مدن البلاد وأريافها لما تستعد واشنطن ولندا لإجلاء رعاياها فما هي استراتيجية طالبا لإحكام سيطرتها على البلاد لم تخفي الحركة رغبتها في إعادة إرساء النظام الذي فرضت إبن حكمها بين 1996 و2001 يرى محللون أن استراتيجية طالبان العسكرية تبدو كافية لإرباك القوات الحكومية حيث تعمد الحركة على شن هجمات على كافة أرجاء البلاد وقعت الحركة قبل ذلك اتفاقا مع واشنطن حول انسحاب قواتها التزمت بموجبه بعدم التعرض لأهداف أمريكية في إطار هذا الاتفاق ضغطت واشنطن على الحكومة الأفغانية للإفراج عن آلاف من موقف طالبان الذين عادوا في غالبيتهم لحمل السلاح لاحقا وبعد سلسلة نجاحاتها الميدانية في الأيام الثمانية الأخيرة بلغ الطالبان موقعا يخولها لدعوة الحكومة الأفغانية إلى الاستسلام بدون شروط في حال امتناع الحكومة يرجح أو يرجح أن تسعى الحركة لفرض سيطراتها بالقوة على كابل العاصمة الأفغانية لكن كيف يفسر أو يفسر انهيار الجيش الأفغاني بتلك السهولة؟ يرجح مراقبون أن يكون الفساد داخل القوات الأفغانية أحد أهم الأسباب خصوصا وأن تقارير أمريكية كثيرة كانت أفادت أن بعض قادات العسكريين يحتفظون بالأموال الموجهة لقواتهم أو يبيعون الأسلحة بسوق السوداء عدم الرغبة في القتل أيضا هو أحد الأسباب التي أدت بالتأكيد إلى انهيار الجيش الأفغاني إلى جانب الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأمريكية يضاف إلى ذلك وجود قيادة مدنية في القصر الرئاسي دون أي تجربة عسكرية هذه القيادة المدنية ترافقها مجموعة من العسكريين المتقدمين في العمر والمخارطين في صراعات سياسية في ذلكل هذه التطورات ما هي الاحتمالات المطروحة في أفغانستان باحتبار أن الغلبة صارت لطالبان الآن فالحكومة لم تسيطر إلا على ثلاث مدن كبيرة من المستبعد وجود عدد كاف من القوات الدفاع بشكل فعال عن العاصمة تقترب طالبان بسرعة من كابل وستقاري تشير إلى تقدم عناصرها عند خسرتين العاصمة الشمالية والجنوبية ويرجحا تمارس الولايات المتحدة الأمريكية والأسرة الدولية ضغوطا على طالبان والحكومة الأفغانية من أجل التوصل لاتفاق لكن الحركة بتت متمسكة بجميع الأوراق في نهاية المطافة